بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتابع منذ بداية شهر رمضان المبارك العدوان الصهيوني على مدينة القدس واستجابة قطاع غزة والمقاومة لنداء القدس والأقصى حيث قاموا برشق الكيان الصهيوني في مدنه كافة برشقات صاروخية وصلت إلى عاصمة الكيان تل أبيب لكي تقض مضاجع هؤلاء الغاصبين المحتلين ولكن في المقابل قام الكيان الصهيوني بتنفيذ عمليات وحشية ضد قطاع غزة استهدفت المدنيين والأبرياء من رجال ونساء وأطفال ولكن أيضا تم استهداف أربعة من قادة كتائب القسام تيرتي عربي تتحدث عن موضوع جديد في عملية الإغتيال وتقول عملية غامضة هل اغتال الكيان الصهيوني كبار قادة القسام بغازات سامة وبذلك يسجل في صحائف هؤلاء الصهاينة أنهم يستخدمون أسلحة محرمة دوليا إضافة للفسفور الأبيض وغيره ضد مدنيين عزل في قطاع غزة أودت بحياة رجال ونساء وأطفال إضافة إلى كبار قادة القسام الأربعة لمتابعة تفاصيل هذا الموضوع أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد تيرتي عربي تقول عملية غامضة هل اغتال الكيام الصهيوني كبار قادة القسام بغازات سامة مساء الأربعاء أعلنت كتائب القسام مقتل عدد من قادتها في استهداف صهيوني ضمن التصعيد المتواصل منذ أيام في قطاع غزة فيما احتفى القادة الصهاينة وعلى رأسهم رئيس وزرائهم بن يمين نتنياهو بعملية الإغتيال معتبرين أنها إنجاز عسكري واستخباراتي فكيف اغتال الكيام الصهيوني عددا من قادة القسام تحت عنوان عملية غامضة تتابع تيرتي في بيانها العسكري حول الإغتيال مساء الأربعاء لم تكشف كتائب القسام تفاصيل العملية ولا أين حدثت بالتحديد في قطاع غزة واكتفت بالإشارة إلى أن القادة ارتقوا أثناء عدوان الاحتلال على مواقع ومقدرات وكماء المقاومة ونعت الكتائب قادتها قائلة بكل آيات الفخر والثبات والتحدي تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى أبناء شعبنا وأمتنا في كل مكان استشهاد القائد القسامي المجاهد باسم عيسى أبو عماد قائد لواء غزة في كتائب القسام وثلة من إخوانه القادة والمجاهدين وفي هذا الفيديو القصير يوثق وقائعة الشيع أهل غزة لجثمان الشهيد القسامي باسم عيسى رحمه الله كما لم يرصد أهالي قطاع غزة استهدافا محددا من قبل الطيران الصهيوني لمنازل أو مواقع أو سيارات تخص القادة وهو ما زاد من حالة الغموض حول عملية الاغتيال في المقابل لم يكشف جيش الاحتلال الصهيوني عن تفاصيل عملية الاغتيال ولا مكان الاستهداف لكنه قال إن العملية جرت بالتنسيق والاشتراك بين الجيش وجهاز الأمن العام وذكر جيش الاحتلال الصهيوني الأربعاء في تصريح صحفي أنه استهدف بالغارات الجوية قائد لواء مدينة غزة باسم عيسى وقائد منظومة السيبر وتدقيق الصواريخ التابعة لحماس جمعة طلحة بالإضافة إلى قائد مشروع التطوير والمشاريع في فرع الانتاج الصاروخي جمال الزبدة وعدد من القادة الآخرين حسب جيش الاحتلال تحت عنوان اختناق تتابع تيرتي عربي قائلة خلال تشريع قادة الكتائب في قطاع غزة الخميس أظهرت الصواريخ عدم تعرض معظمهم لأي إصابات أو جروح واضحة أو دماء كما ظهرت أجسادهم كاملة دون أشلاء من أثار قصف والذي جرى تحليله بأنهم قد يكونوا قتلوا عن طريق الاختناق حسب مراقبين هذه صورة للشهداء وتشريع هؤلاء القادة رحمهم الله وفيما يبدو مرتبطا بالقضية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة صباح الخميس عن وفاة عدد من المواطنين بحالات اختناق مع احتمالية تعرضهم لغازات سامة وقالت الوزارة في تصريح صحفي وصل إلى مجمع الشفاء الطبي جثامين مجموعة من المواطنين وقد تبين من خلال معينة الطب الشرعي أن سبب الوفاة المباشر هو الاختناق مع وجود أعراض ظاهرية تؤشر إلى احتمالية تعرضهم لاستنشاق غازات سامة وقد جرى أخذ العينات اللازمة لاستكمال الفحوصات ذات العلاقة وهذه صورة للتصريح الطبي عبر فيسبوك مكان العملية يتوقع مراقبون أن استهداف قادة المقاومة جرى الخميس صباحا في منطقة قرب الجامعة الإسلامية في مدينة غزة مستشهدين بمشاهد ولقطات أظهرت استهداف شوارع ومفترقات في المنطقة بشكل غير مبرر مشاهد القصف المبهم اعتبر مؤشرا لاحتمال استهداف طائرات الاحتلال لأنفاق ومواقع المقاومة تحت الأرض في المنطقة بصواريخ خاصة أو غازات سامة ما أدى إلى وفاة قادة القسام هذه صورة لأثار الدمار الهائلة التي تسببت فيها الطائرات الصهيونية ومع تكتم الأطراف تختتم تيراتي مع ما جرى وحالة الغموض حول تفاصيل العملية تبقى السيناريوهات والتحليلات مفتوحة في ظل مواجهة متصاعدة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الكيام الصهيوني تفجرت جراء اعتداءات وحشية ترتكبها الشرطة ومستوطنون صهينا من بداية شهر رمضان المبارك 13 أبريل نيسان الماضي في القدس وحي الشيخ جراء بذلك متابعين الأعزاء نكون قد استعرضنا مع حضراتكم هذا الخبر الخطير والذي يتحدث عن استخدام الكيام الصهيوني لغازات سامة وأسلحة محرمة دوليا ضد العزل في قطاع غزة ومستهدفة كذلك بعضا من قادة القسام لا شك أن جرائم الكيام الصهيوني لم ولن تنتهي عند هذا الحد وسيبقى هذا الكيام الصهيوني الغاصب كورم سرطاني حتى يتم إبعاده وإنهاء وجوده في المنطقة كلها لأنه طالما أن هذا الاحتلال باقيا فآثاره مستمرة وتدميره باق ولكن رأينا كيف أن المقاومة الباسلة والشعب الفلسطيني الصامد كيف استطاعوا أن يزلزلوا بنيان هذا الكيام الصهيوني ويظهره كبيت عن كبوت عندما رأينا قبتهم الحديدية تتصدع حيث تهاوت أمام رشقات الصواريخ التي أطلقتها المقاومة والتي وصلت إلى تل أبيب وغيره من المدن الصهيوني متابعين الأعزاء أرجو أن أكون قد أوضحت الصورة لحضراتكم وفي ختام هذا الفيديو أرجو أن تتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن ينصر غزة والقدس وأهلنا في فلسطين وأن يهزم اليهود الغاصبين في كل أرض فلسطين وكذلك المطبعين الذين يقومون بحماية هذا الكيام الصهيوني أمتنا العربية والإسلامية عليكم أن تقفوا مع أمتكم الإسلامية ومع الشعب الصامد في فلسطين وأن تقدموا لهم كل الدعم خاصة في هذه الأيام المباركة والتي يحتاجون فيها إلى وقفات الشعوب لا تستهينوا بعمل ولو صغير ولو بالدعاء من أجل قضية فلسطين والأقصى المبارك متابعين الأعزاء إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفاعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمت بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمت بخير والسلام عليكم وبركاته دمت بخير والسلام عليكم وبركاته دمت بخير والسلام عليكم وبركاته اشتركوا في القناة